بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتناول مع حضراتكم في هذا الفيديو سيناريوهات محتملة للحرب في أوكرانيا ونجيب عن هذا السؤال ماذا لو خسرت روسيا الحرب؟ أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية بعد عشرة أيام من الحرب قالت مجلة فورين أفيرز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب خطأا استراتيجيا فادحا بغزو أوكرانيا واستبعدت المجلة فوز بوتين بهذه الحرب وفقا لشروطه المفضلة متحدثة عن عدة طرق يمكن أن يخسر بها الحرب في النهاية وأوضحت بإمكانه أن يغرق جيشه في احتلال ضاهظ التكاليف وغير مجد لأوكرانيا مما يهدم الروح المعنوية للجنود الروس ويستهلك الموارد ولا يقدم شيئا في المقابل سوى حلقة فارغة وانجرار إلى الفقر والفوضى أما السيناريو الآخر فيمكنه أن يسيطر على أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا وربما كييف بينما يواجه تمرد أوكرانيا موال من الغرب وينخرط في حرب إصابات في جميع أنحاء البلاد في الوقت نفسه سيكون مسؤولا عن التدهور الاقتصادي التدريجي لروسيا وعزلتها وعجزها عن توفير الثروة التي تعتمد عليها كقوة عظمى والأهم من ذلك قد يفقد بوتين دعم الشعب والنخب الروسية الذي يعتمد عليها لمواصلة الحرب والحفاظ على قبضته على السلطة رغم أن روسيا ليست دولة دموقراطية كما تقول المجلة وعددت المجلة الأخطاء التي ارتكبها بوتين لقد أخطأ في تقدير المضمون السياسي للبلاد التي لم تكن تنتظر تحريرها من الجنود الروس لقد أخطأ في تقدير الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان بما في ذلك أستراليا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والتي كانت جميعها قادرة على العمل الجماعي قبل الحرب ومصممة الآن على هزيمة روسيا في أوكرانيا وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها وشركاؤها عقوبات باهظة على موسكو ويقول المقال المنشور في المجلة الأمريكية إن كل حرب هي معركة من أجل الرأي العام وقد ربطت الحرب في أوكرانيا روسيا بهجوم غير مبرر على جار مسالم ومعاناة إنسانية جماعية وجرائم حرب متعددة وتتوقع المجلة أن الغضب الناجم عن ذلك سيؤدي مستقبلا إلى عقبة أمام السياسة الخارجية الروسية وعلى الصعيد العسكري تقول لا تقل أهمية أخطاء بوتين الاستراتيجية عن الأخطاء التكتيكية التي ارتكبها الجيش الروسي وبعد الأخذ في الاعتبار تحديات التقييم في المراحل الأولى من الحرب يمكن القول أن التخطيط الروسي واللوجستيات كان غير كافيين وأن نقص المعلومات المقدمة للجنود وحتى للضباط في المستويات العليا كان مدمرا للمعنويات وفقا لفرون أفيرز وأضافت كان من المفترض أن تنتهي الحرب بسرعة بضربة خاطفة تقطع رأس الحكومة الأوكرانية أو ترغمها على الاستسلام وبعدها ستفرض موسكو الحياد على أوكرانيا أو تفرض سيادة روسيا على البلاد ولكن كل ذلك لم يتحقق حتى الآن فهل ستخسر روسيا الحرب رغم هذه الحشود الهائلة أم أنها يمكن أن تحقق انتصارا عسكريا متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمون بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة